السلام عليكم تلاميذ العزاء كيف الحال أتمنى تكونون بخير درسنا اليوم هو المحادثة والتعبير الكتابي للصف الخامس الابتدائي مكتبة المدرسة صفحة 13 علينا أولا أن نسلسل أفكار هذا الموضوع وبعد ذلك نكتبه في دفتر التعبير ونضع بعد كل نقطة فارزة بعدها نكتب النقطة التي بعدها فالنقطة الأولى سوف تكون هي أولا هذه كان في مدرستنا مكتبة ذهبنا إليها بصحبة معلمنا فدخلنا قاعتها الواسعة وشاهدنا خزانات صفت عليها الكتب ومناظذ طويلة حولها مجموعة من الكراسي النقطة الثانية ذهبت إلى خزانة فيها أدراج وفي كل درج بطاقات تحمل أسماء الكتب ولكل كتاب رقم النقطة الثالثة هذه أعجبني كتاب فيه قصص لطيفة فكتبت رقمه واسمه على ورقة وذهبت إلى أمينة مكتبة النقطة الرابعة التي كانت تجلس حول منذ تدير في مدخل القاعة وأعطيتها اسم الكتاب ورقمه النقطة الخامسة ذهبت أمينة المكتبة إلى أحد الخزانات وأحضرت الكتاب فأخذته وجلست على مقعد أطالع في الكتاب بصمت وهدوء النقطة السادسة وبعد ذلك أعدت الكتاب إلى أمينة المكتبة وشكرتها ثم خرجت مع زملائي مسرورا لأننا من أصدقاء المكتبة وتمنيت أن تكون في بيتنا أيضا مكتبة إذن هذا هو التعبير الكتابي رتبناه بنقاط حسب تسلسل أفكار وبعد ذلك نكتبه مثل معنابي نفتر التعبير وبعد كل نقطة مثلا النقطة الأولى نخلصها نضع فارزة نكتب الثانية وفارزة وبعدين الثالثة وأيضا ما ننسى أنه نضع فراغ في بداية فراغ كلمة في بداية التعبير وبعد أن ننتهي بكتابة التعبير نضع نقطة وبالتوفيق والنجاح إن شاء الله جميع تلاميذ الأبطال لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس